اشتركوا في القناة نجم الفريق بحسب صحيفة الموندو دوبرتيفو الاسبانية فان هناك احتمالية لغياب البرازيلي الشاب عن مواجهة ريال ساراقوستا الاربعاء المقبل بدور ستة عشر من كاس الملك اشتك رودريغو من الام في العضلات خلال الانتصار على بلد الوليد بهدف دون راد وطالب بالخروج حيث اشرك الفرنسي زندينزيران المدير الفني لوكايوغاتش بدلا منه اوضحت الصحيفة انه سيتم تحديد قوة الاصابة خلال الساعات المقبلة وانه من المحتمل ان يغيب ماماريال ساراقوستا ويبقى ايضا معرفة موقفه من مواجهة الدربي ضد تلاتيكو مادريد في الليجة المقررة السبت المقبل حال تأكد غياب رودريغو سيكون زيدان في ورطة في ظل الغيابات التي ضربت الخط الهجومي للمرينجي وتحديدا ايتن هزارد وغاريث بيل اشارت تقارير صحفية اسبانية الى ان المدرب الفرنسي زندين زيدان المدير الفني لفريق ريال مادريد الاسباني قد يرحل عن تدريب الميرينجي نهاية الموسم الحالي ذكرت صحيفة سبورت الاسبانية ان المدرب الفرنسي زندين زيدان المدير الفني لناد ريال مادريد الاسباني قد يحمل حقيبته ويرحل عن النادي بعد نهاية الموسم الحالي اوضحت الصحيفة الاسبانية ان زيدان يفكر بشكل جدي في انهاء مسيرته كمدرب لريال مادريد بسبب مشاكل مع رئيس النادي فلورنتينو باريز ووفق لما ذكرته الصحيفة الاسبانية فان المدرب الفرنسي زندين زيدان المدير الفني لفريق ريال مادريد لم ينس ان باريز حاول كثيرا التعاقد مع جوزي مورينيو قبل عودته لتدريب الفريق في الحقبة الثانية والسبب الثاني وراء رغبة الفرنسي في الرحيل هو فشل باريز رئيس النادي في التعاقد مع الفرنسي بول بوكبا نجم مانشستر يونيتد الانجليزي الى النادي الملكي كشفت تقارير صحفية اسبانية عن محاولات بارشلونة التعاقد مع صفقة مرهوبة من الارجنتيني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويقتل بارشلونة من اجل التعاقد مع مهاجم جديد في يناير لطعوض غياب لويس واريز والذي اجرى جراحة في الركبة ستبعده لنهاية الموسم ويريد ميسي ضم مواطنه لوتارو مارتونيز نجمي ترميلا كان لوتارو الهدف الاول لبرشلونة في الصيف المقبل في طار السعي لايجاد بديل للويس واريز الا ان اصابة الاخير اجبرت النادي على التعجيل في المفاوضات بحسب صحيفة اسبورت الكتالونية فان بارشلونة تواصل مع وكلاء لوتارو مارتونيز لحصم الصفقة في يناير الا ان الموضوع كان اشبه بالمستحيل رفض انتر تحديد مبلغ معين لبيع مهاجمه الارجنتيني في يناير الحالي في ظل تمسكه بخدماته للمنافسة على لقب الكلتشو كشف التقارير صحفية اسبانية عن محاولات ماسولي بارشلونة المكثفة لاقناع نظراء في فالانسيا بالتخلي عن المهاجم الاسباني رودريغو مورينو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بحسب صحيفة الموندو دو بورتيفو الاسبانية فان بارشلونة اعرض حدث نايم سواكيا وبيرويز ضمن صفقة في محاولة لإقناع فالانسيا بإتمامها قبل نهاية باب الانتقالات الجمعة المقبل وتقليل القيمة المادية اشار التقرير الان فالانسيا استقر بالفعل على ضم الظهير السينيغالي موسا واكي في اطار حاجته لتدعيم الجهة اليمنى يفضل واكي الذي كان على وشك الانتقال لنادي نيسل فرنسي البقاء في الدوري الاسباني واللعب مع فالانسيا ويعتقد بارشلونة ان موسا واكي صاحب تقييم عالي لانه لعب دولي بالفعل بينما يرى فالانسيا انه لم يلعب مع فالفيردي او كيكي سيتين وبالتالي عند التفاوض على الفريق المادي فلن يكون كما يتصور بارشلونة تحوم الشكوك حول نية الفريق الاول لكرة القدمي بنادي ارسنال الانجليزي في استقطاب نجم الريدز شيردان شاكيري نجم الفيربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية واكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصبة الانجليزية لندن الى ان ادارة الجانرز ترغب في الحصول على خدمات الدولية سويسري شيردان شاكيري لتدعيم صفوف المدفعجية نقلت صحيفة التليجراف البريطانية ان اللعب لم ينجح في فرض اسمه على التشكيلة الاساسية لكتيبة الالماني يورجن كلوب ما جعل ميكلار تيتا يريد الحصول على توقيعه ارتبط اسم اللعب البلغي ثمانية وعشرين عاما بالرحيل عن فريقه صوب الدوري الايطالي بعد وجود عرض رسميا من نادي روما للحصول على خدماته لكن ادارة النادي رفضت في الوقت الذي تنتظر فيه ادارة الفريق اللندني رأي اللعب ومديره الفني فيما يخص الحصول على خدماته او رفض العرض المقدم كشفت قارير صحفية انجليزية ان اللعب اسلام سليماني ابدى رغبته في قطع فترة يعرته في صفوف فريق موناكو الفرنسي والانتقال الى منشستر يونايتد الانجليزي في موسم الانتقالات الشتوي الحالي ويعاني الشياطين الحمر على الصعيد الهجومي هذا الموسم خاصة بعد تعرض اللعب ماركوس راشفورد لاصابة طويلة الامد ذكرت صحيفة تيلي ميل الانجليزية ان منشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات اللعب الجزائري هذا الشهر وتوصل بالفعل مع ممثليه لبحث امكانية اتمام تلك الخطوة اوضحت ان سليماني ابدأ استعداده لانهاء فترة يعاراته مع موناكو حيث انتقل الى الفريق الفرنسي قادما من ليستر سيتي في الصيف الماضي على سبيل الاعارة حتى نهاية هذا الموسم واشارت الان سليماني يشعر انه لن يحصل على فرص لعب منتظم تحت قيادة المدرب الجديد لندى الامارة روبرتو مورينو وهو الامر الذي دفعه لقبول الانتقال الى الالد ترافرد تتواصل المفاوطة بين ندى برشلون الاسباني ونظيره روما لإيطالي بشن صفقة كارلاس بيريز يرغب روما في التعاقد مع بيريز خلال انتقالة الشتاء الحالية في يناير وتتمثل المشكلة في رغبة برشلون بوضع خيار عادة الشراء في عقد بيريز وهو ما لا يريده روما ويوضح صحفي اسكايسبورج لوكا ديماريزيو ان الان يبحثان عن حل وسط وافد ديماريزيو الى ان الاتفاق بين الناديين حول الامور الاقتصادية تم بالفعل لكن هناك بند يرغب برشلون بادراجه وروما رافض تماما واشار الى ان هناك حل قد يرضي طرفين وهو انه في حال اراد روما بيع بيريز يوما ما برشلون تكون له الافضلية في التوقيع معه كشف لخاندرو كامانو وكيل المغربية شرف حكيم نجم بروسيا دورتموند المعارم ريال مادريد حقيقة اهتمام بايرين ميونيخ بضم اللاعب في الصيف المقبل تنتهي عارة حكيم البالغ وحيدا وعشرين عاما مع دورتموند بنهاية هذا الموسم بعد موسمين في ملعب سيجنل اودونا بارك قال كامانو في تصريحات نقلها موقع لتينسبورت الفرنسي بايرين ناد كبير لكن لا توجد اي اتصالات او مفاوضات معه واضاف حكيم يؤدي بشكل رائع مع دورتموند ويحب اللاعب مع هذا الفريق كانت تقارير صحفية اسبونية اكدت اهتمام بايرين ميونيخ ودورتموند ويوفنتوس وتشيلسي بالحصول على خدمة حكيم في الموسم المقبل اشارت الاناريال مادريد سيطلب 45 مليون يورو حال موافقته على بيع اللعب المغربي وهو المبلغ الذي سيكون بمقدور الاندية الاربع دفعه تبدو العلاقة متوترة بين مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي ووكيل اعمال اللعب البرازلي تياغو سيلفا قائد الفريق قال باولو تونيتو وكيل اعمال السيلفا ادارة البياس جي لم تتواصل بعد مع تياغو لتجديد تعاقده انه يريد الاستمرار مع الفريق ولكن هناك حدود اذا لم تبدي ادارة ندي رغبة واضحة سنتخذ قرارا لانه لا يمكننا الانتظار لاجل غير مسمع اضاف تونيتو لمجلة فرانس فوتبول المدير الرياضي لسان جيرمان ليوناردو صديقي ولكن لن اتسول من اجل الالتقاء به واشار لقد تواصلت معه عدة اندية برازيلية واوروبية لكن تبقى الاولوية تفاوض مع البياس جي لانه المكان الذي يريده تياغو سيلفا وتم تياغو سيحترم نديه لن نريد التفكير في خطة بديلة على الاقل في الوقت الحالي وينتهي التعاقد المدفع البراسلي مع الفريق البراسي بنهاية الموسم الحالي عزيزي متابع قناة عرب قول برأيك ما هي الوجه الانسب لحكيمي شاركنا برأيك اشتركوا في القناة